بالمناسبة أنا مش متدايق أنا مش زعلان فيه أن احنا اتغلبنا النهاردة في كرة السلة وده اللي حبدأ به مش حبدأ باليد لأن اليد فرحة كبيرة جدا وعمل كبير جدا قام به مجلس إدارة النادي الأهلي بالإسناد مدير الإدارة الرياضية للكابتن خالد العوضي الحقيقة أو مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي جاءت في ظروف صعبة جدا ولكن أنت خسران دوري في بطولة كرة اليد خسران كاس في بطولة كرة اليد خسران في الطائرة دوري وكاس أيضا فإن المباراة ديتيجي وتيجي في هذا التوقيت ويتم اختيار اتنين من المحترفين يكونوا موجودين معاك ويتم اختيار مدير فني أجنبي في ظل حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع حصلت كل هذه الأمور أعتقد أن ده شيء جيد جدا وبالمناسبة أنت بتلاعب فريق قوي جدا جدا فريق زمالك فريق قوي جدا جدا الحقيقة ولكن في نفس الوقت أنت عندك مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب اللي إن شاء الله ده توقعي أنا بحب كرة اليد جدا ويعني بعرف إيه اللي بيحصل فيها بشكل كبير توقعي أن خلال الفترة اللي جاية شباب النادي الأهلي اللي موجود دلوقتي حيسيطر على كرة اليد إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية ولكن حدث كبير جدا واللي حصل النهاردة أن أنت تفوز في كأس السوبر الإفريقي وتصعد إلى كأس العالم لكرة اليد أعتقد أن ده شيء يفرح جميع الأهلوية خصوصا أن الجانب الآخر كانوا بيحتفلوا ما قبل المباراة أنا مش فارق معي اللي عايز يحتفل يحتفل والعايز يعمل كل حاجة يعملها ولكن في النهاية أنا النادي الأهلي أنا اللي أكسب في أي وقت أنا اللي أكسب بشبابي أنا اللي أكسب برجالتي أنا اللي أكسب بإقدارتي أنا اللي أكسب بجمهوري اللي فضل واقفه وراية وفضل النهاردة لو حضراتكم تتخيلوا كمية الناس اللي كانت مستنيا المباراة النهاردة وثقة كبيرة جدا جدا في الرجالة اللي أمام حضراتكم ان احنا نكسب ان شاء الله وكسبنا هذه المباراة واتأهلنا الى كأس العالم مش كسبنا بس احنا كسبنا السوبر الافريقي وكسبنا واحد من أقوى الفرق اللي موجودة في مصر وفي الوطن العربي وتأهلنا الى كأس العالم فالحقيقة شيء مشرف جدا